مدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية سيد أسامة تقرير دوري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة ما الجديد الذي أتى به هذه المرة؟ أنا أعتقد أن الجزئية الأهم في هذه التقرير أنه بعد سبع سنوات من هذا الصراع أصبح الإفلات من العقاب كما نصح حرفياً التقرير أن الإفلات من العقاب أصبح قاعدة وليس استثناء وهذا أمر مخيف جداً تجاه الانتهاكات التي تنتهكها جميع الأطراف سواء تجاه المواطن أو أيضاً تجاه المواثيق الدولية ما الذي تقصدونه بالإفلات من العقاب؟ هناك كثير من الانتهاكات التي تخالف العرافة الدولية وأيضاً العرافة المحلية والعرافة الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف في هذه الحرب في خلال السبع السنوات ولذلك لا توجد حتى اللحظة أي نوع من المسائلة أو المحاسبة لهذه الأطراف لا عن مستوى المحلي أو الوطني أو الأقليمي أو حتى على المستوى الدولي وهذا يعني أن استمرار هذه الانتهاكات أو عمل هذه الانتهاكات سيستمر ماذا عن ما يتعلق باستمرار تدفق الأسلحة وما تحدث عنه التقرير عن وضع الإمارات وصفه بغير المفهوم؟ فيما يخص تدفق الأسلحة وحتى القضايا الأخرى التي ذكرت سواء في التدهور الاقتصادي أو حتى عدم مقدرة الأطراف على الاستجابة لاحتياجات المواطنين فهي مشاكل لها منذ بداية هذه الحرب ولا شيء جديد هناك ولكن الاستمرار في هذا النوع من الإشكالية هي كارثة كبيرة بالفعل فشل التحالف في إيقاف عمليات التهريب للأسلحة للحوثيين هناك أيضا عمليات عسكرية أو ممارسات عسكرية من قبل التحالف في داخل التحالف لم تساعد الحكومة اليمنية في تحقيق أهدافها بشكل أو بآخر وهذا له علاقة بالأجندات المتصارعة سواء للمملكة العربية السعودية أو للإمارات المتحدة العربية ولكنه في الوقت عين حمل الحكومة مسؤولية أيضا في هذا الإطار التقليد حمل المسؤولية جميع الأطراف ولم يحمل طرفا واحدا وأعتقد أن التقليد لم يذكر كثير من الأشياء الجديدة عدا أن الاستمرار في هذا النوع من الانتهاكات أو أيضا عدم احترام الأطراف السياسية لواجباتهم كناس بسلطة أو كحكومة يجب أن تستجيب احتجاب المواطنين ما زالت قائمة المؤسسات الاقتصادية ما زالت هشة الأمن للمواطنين ما زال غير مستتب العملة تدهوى بشكل مستمر والمعارك أيضا تستمر ولا يوجد هناك أي تقدم لأي من هذه الأطراف وصف دور الإمارات بغير المفهوم كيف تقرأه أعتقد أن الإمارات كان لها أدوار مختلفة في فترات زمنية مختلفة الإمارات كانت منخلطة في بداية هذا الصراع بشكل مكثل ولكن بعد عامين من هذا التدخل كانت تغيرت أجدتها وخرجت قليلا عن تحقيق أو استعادة الشرعية وقامت بدعم المجلس الانتقالي وهذا كان نوعا ما يقول دور الحكومة أو حتى صف الحكومة لمراهضة الحوثيين ومن ثم بعد هذه العوام عادت الآن الإمارات مرة أخرى إلى الساحة بشكل أو بآخر ولكن حتى في التحديد له علاقة بانسحاب القوات من محافظة الحديدة والتوجه لحو الشبوة وكذلك بعد ذلك أحداث بعض التقدم سواء في شبوة أو مارب ثم الانسحاب وكأنها تأتي لمهام محددة فقط تنفذها وثم تقوم بعملية الانسحاب وأعتقد قد تفهم بمعنى إيجابي وبمعنى سلبي بمعنى إيجابي أنها في كل تدخلاتها أحدثت فارقا فعليا على المستوى العسكري ولكن أيضا في انسحاباتها وفي تدخلاتها سواء في دعم المجلس الانتقالي بطريقة خارج عن إطار الحكومة هو يقوض أيضا هذا الدور وكأن ما يجنوه من نجاحات يخفق أو يتم تجميله في اليوم التالي سيد أسامة ما جدوا هذه التقارير هل لها أي أنياب تنفيذية أن صح التعبير لا أعتقد أنها ستقوم بأي شيء هي تقارير سنوية تصدر وتفصل ما الذي حدث وكيف حدث وكما أشار التقارير بذاته أن الإفلات من العقاب لجميع الأطراف أصبح قاعدة وبمعنى أنه خلال السبع السنوات لم يتم تنفيذ أي شيء ولم يتم مساءلة ومحاسبة الأطراف المحلية والإقليمية إطلاقا تجاه الانتهاكات التي ارتكبت بداخل اليمن شكرا لك أسامة الروحاني نائب المدير التنفيذي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية